السلام عليكم تعايا غاليا تعايا حبيبتي بصي بقى انت تخش القوضة دي تغير هدومك وبعدين بعد كده تيجي هنا عشان تحطي حكتك في الدولاب ده ما تشاهلي بقى يا غاليا اهدى تعالي هنا وريني جمالي فيه سجانة حلوة قوي كده يلا يلا بينا تعالي احنا كل يوم بقى بنيجي هنا الصبح نستلم مفاتيح العنابر ونسلمها عالتمام اخر النهار شكرا يلا حبيبتي ايه مالي موهومة ليه ده انت حتتبستي معانا هنا قوي دي قط الزيارة بس الزيارة بقى بتبتدي من تسعة لتسعة ونصف تقريب ودي قط الوارد السجينة اول ما بتيجي بتخش فيها عشان تستلم الشل بتاعها اللي هو هدوم السجن بتغير فين تغير بقى في اي قوضة موجودة هنا وبتعتبر كمان قط الجلسات لان السجينة بتستنى هنا الجلسة بتاعتها تعالي صواح الخير صواح خير يا حج حسان جي غالية بنتي الحج عواطف الله يرحمها الحج عواطف يعني خيرها علينا كلنا شدي حيلي شدي حيلي ممكن افتشك اه ماشي تمام ممكن افتشك بقى صواح الخير حج حسان صواح الخير انا قفلتلك الدفاتر والاسماء ها تمام ماشي اكيد دي غالية بنتي الحج عواطف الله يرحمها صحيح ها هيا ازاي بقى لله بقى لله ربنا يا جهانا اخر الأحزان يا حبيبتي انا يسرية الأخصائية الاجتماعية اللي هنا لو احتاجتي اي خدمة انا تحت امر اعتبريني اختك ولو عايزة تعرفي اي معلومة عن اي مسجونة انا برضه تحت امرك نورتين يا حبيبتي بقى لله يا غالية بقى لله يا غالية أخي الله حزانك ماشاء الله ده بقى المسر بني احتفل فيه بعيد الأم وعيد الطفولة وأعيادنا وأعياد المسحيين كمان ولعلمك بقى بيجيلنا هنا ممثلين ياما ده مرة جالنا هنا حسين فهم يا قطين أمر يا بيت أمر النسوان بقت ملمومة عليه كده زي الدبان بقى انا عمالين نهشوهم من عليه زي الفراخ بالضغط ده بقى عمبر المخدرات وجرائم النفس جرائم النفس القاكل ده بقى عمبر القتالين مالك يبقى؟ طيب أنا بقولك ديوبت العفاريت لعلمك بقى من القتالين دول أكد عن المبطال السرق والأداب والمخدرات بس تحظوهم وحش بيقعوا في رجالة عايزين القتل دول خارجينا رحية على فين؟ دول متصنعين مرسل يعني إن متصنعين؟ حاب أقولك بعدين تعالي تعالي حاب تخلي بالك تعالي نخفيش كده اتبق مع فريد ده عمبر المخدرات في هنا أولاد ناس بيجوا عشان مدمنين بيتعاطوا وفيه اللي بيخش في قرش حشيش؟ وفيه اللي بيخش في طنة حشيش؟ وبصي أهدى جعفر دي واخدة مؤبد في قضية جلب وشايفة الولية اللي نايمة هناك دي؟ اه دي بقى درية المفترية أكبر تجرة كوكاين فيك يا مصر ده عمبر الإرادة اللي أنا قلتلك عليها بعد السجينة ما بتستلم الشل بتاعها بتيجي على هنا بتقعد هنا حداشر يوم لغاية الكشف الطبي والإجراءات ما تخلص بعد كده كل واحدة بتروح على عمبرها على حسب تذكرتها مكتوب فيها إيه؟ تخلي بالك العمبر ده بقى غير أي عمبر تاني اللي موجودين فيه بيبقوا مش مصدقين نفسهم وبيبقوا يعاني روحهم في مناخرهم وده عمبر التحديد المسجونة بتتنقل فيه بعد إحداشر يوم الإرادة هنا تلاقي على كل لون يا باطستا إيش قتل، مخدرات، أداب، سرقة، أموال عامة بتفضل فيه المسجونة لغاية ما يتحكم في قضيتها ويا إما تطلع براقة وتروح لعيالها وبيتها أو تتصحك وتتنقل على عمبرها وبيسيبوا بابا العمبر، مفتوح كده؟ ومال يعني هنحبسهم توني اليوم، ده حتى كانوا يكمكموا تحية، إزايك يا ستة إحسان؟ إزايك يا حبيبتي؟ مش عايزينها تبقى هيبة كده؟ عايزينها جمدة وقوية زي الحاجة، الله يرحمها لا يا حبيبتي، ما تخفيش عليها ركك عليها بس يومين تلتة كده تاخد على المكان وحتشوفيها وبعدين أنا مش هسابها، دي تحت إشرافي سيب تشر لحدة ما تثبت يلا يا حبيبتي ربنا معاك إن شاء الله إن شاء الله يا حبيبتي، تعالي يا حبيبتي نكمل اللافة حلوة، إزايك يا حلوة الدنيا منورة والله، والله منورة يا حبيبتي قلبي، الله يرحم والدتك، كان ستة يا رب، رحمة الله عليها، بث، ده عمبر التأديم يعني حبس انفراضي اسم الله عليك يا حبس انفراضي، ده عمبر الأموال العامة هنا بقى تلاقي اللي جاية من أول كنبيالة بمية جنيه لحد اللي جاية على شيكات بالملايين موسيقى دي بقى الكفتاري، فيها كافة شيء فيها ساجنات متصنعين، بيبيعوا وبيطبخوا والساجنات المؤتدرات بقى اللي بيعوزوه بيلقوه بيشتروا بالبنات اللي بيستلموها على قد الفلوس اللي بتتحطي لهم في الأمنات وهنا بقى بيعملوا واجبات غدا النمى إيه؟ حلوة قوي يعني لللي مش لادد عليها أكل السجن ولو إن إحنا هنا بنخبز عيش أحلى من اللي بيتخبز بره ألف مره قوي النبي، يلا موسيقى ودي بقى يا حبيبتي المكتبة، اللي عايزة تقرأ، اللي عايزة تذاكر، وعندنا كمان فصول محو الأمي، أمه ليه؟ موسيقى المخسل ده بقى فيه بنات متصنعين مخسل، بيغسلوا بقى الهدوم والملايات وكل حاجة بيغسلوها موسيقى بقلتليش يعني قيمة صنعين يعني متصنعين يا حبيبتي يعني كأنهم بالظبط بيشتغلوا ويقبضوا، بس الفلوس بتاعتهم بتتحطلهم في الأمانات في بقى اللي بياخدوها لعيالهم، وفي اللي بيدوها لأهلهم، وفي اللي بياخدوها لنفسهم، كل واحد على حسب يعني موسيقى ده عنبر الفرفشة والنعناشة، عنبر الأداء النبي ده مهم خفيف وعملين حس للسجن على فكرة، أنا تعلمت منهم شوية حاجات برش بس أنا اللي حظي منيل، والرجلة بنورة فلسع بدري وده بقى عنبر الأمهات أما في عيال هنا؟ أما اللي يعني هتستجن وتسيب عيالها بره؟ ده العي اللازم يتربى في حود نمه سنتين بالتمام والكمال سنتين الرضاعة زي ما ربنا قال، وفي طام وفي عمال، ده فيه كمان اللي بيتولد هنا البنية دي شكلها كبير نهي بقى حتروح المؤسسة تستنى أمها لحد ما تخرج تبوت روح المؤسسة ليه؟ عشان يربوها هناك، نكفي رعاية والتمام نعم؟ قد لها شهر وياخدوها مني طب ما ممكن أبوها ياخدها أنا معرفش أبوها فيه طب أمي؟ أمي مان طب إيه حد من إخواتي؟ إخواتي ندروا مني صعبان علي قوي، أنا عايزها تبدال فحود مي حرام ياخدوها مني ليسا صغيرة ومحتاجاني احنا هنعضيها شاحتفى ولا إيه؟ تعالي 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 ده بقى عنبر غير كل العنابر المحكومة عليها بتقعد في قوضة الوحدة لا بتخرج تتريد ولا بتشوف شمس ولا نور وممكن تفضل قعدة في العنبر ده بالسنة والسنتين لغاية ما يتنفس فيها حكم الأعدام